أرحب بك وأرحب بمشاهدين في كل مكان ونواصل معكم رصد تطلعات وأحلام 2018 نحن هنا في استوديو قناة مكملين في اسطنبول وأثناء برنامج الإعلامي محمد ناصر الذي يوجه رسالة إعلامية للجمهور المصري نحن سنقتحم عليه البرنامج على الهواء الآن لنسأله على ما يقدمه من رسالة ومحتوى ما بين الأحلام والأوهام السلام عليكم اسمح لي نقتحم عليك البرنامج ونقطع البس ولكن أريد أن أوضح لجمهور الإعلامي محمد ناصر نحن الجزيرة مباشر أحمد صبحي من الجزيرة مباشر نقدم الآن فقرة عن أحلام وتطلعات 2018 مع الإعلامي محمد ناصر أثناء البرنامج الذي يقدمه خاصة للجمهور المصري بالتأكيد لنرصد معك تطلعاتك لـ 2018 ونناقش معك المحتوى الإعلامي والمحتوى الذي تقدمه للجمهور من خلال برنامجك هل هو يعني يقدم حلم للجمهور الذي يتطفق معك أحلام هل تبيع الوهم مثلا؟ الحاجة الدقيقة الوحيدة أنك أنت أحمد صبحي من الجزيرة يعني دلوقتي البس ده شغل على الجزيرة وعلى مكملين نعم في نفس التوقيت في نفس التوقيت سبحان الله أنا عمرنا ما بيعنا عمرنا ما بيعنا الجمهور مصر النهاردة أحلام أو وهم هاتلي حلقة واحدة يا أستاذ أحمد بيعنا فيها وهم من الناس بل بالعكس الناس في كل حلقة بتشتكي أن إحنا أخبارنا سودوية أخبارنا سودوية أخبارنا سودوية وبالتالي ما بيعناش وهم إحنا قدمنا الواقع أخبار سودوية بما يعني أن النظام وأن المعارضين الذين من مشاهدينك الذين يؤيدون ما تقدمه أو يعتبرونه جيد يتوقعون بذلك سقوط هذا النظام أو انتصار الثورة في وقت ما أليس هذا بعيدا عن الواقع في الوقت الراهن؟ بس في فرق بيننا نديك أمل وأقول لك سوره تصحه وأن أنا أهبطك إحنا بنقول فعلا سوره تصحه لكن إمتى الثورة هتيجي؟ يمكن حضرتك وأنت داخل فاتتك المقدمة على حريق لندن وإزاي أنه من مستصغر الشرر بتحصل تغيير كبير جدا عمرنا ما باعنا للناس وهم بالعكس بنقول لهم فيه أمل لأنه اليأس في حد ذاته كما قال أحد الضيوف مرة هنا اليأس عقوبته اليأس يعني أنا ما أقدرش أقول الناس لا ما فيش أمل ما فيش حل لكن فيه أمل أنت بيتعقبني أن أنا بدي الناس أمل بس على الواقع ورصد الواقع فيه إحباط أي هل المحتوى الإعلامي سبب لهذا الإحباط؟ لا هو فيه سبب للإحباط ده السيسي وعصبته لكن أنا بالعكس أنا بعرض الواقع إنما ما أقدرش أعرض الواقع وقول للراجل خلاص خليك زي ما أنت كده بالعكس بقوله دايما فيه أمل والأمل في صوره بس الواقع تقدمه من هنا من هذا الاستوديو في اسطنبول أي بينما في مصر يعيش الملايين حياة طبيعية يومية يرون أن ما تقدمه هو فقط النصف الفارغ من الكوب من الكوب ولا تقدم أبدا النصف المملوء الذي يعيشه الملايين مين اللي قال لحضرتك كان الناس اللي أنت بتتكلم عليها مشها في الشارع بتعيش عادي مين قال لحضرتك كده أنت تعرف أنت فكرتني بواحد بيشوف واحدة حيلة في الشارع بمكياج فأقول الستة دي جميلة قوي بس هو ما يعرفش أنه لما تراوح بيتها وتقلع الحاجات دي بتتحوق اللي واحد تاني لصلاح مساء بخالتك أنا أصدق أقول الناس اللي أنت شاهدها في الشارع دي مين قال لك أن دول مبسوطين أو يعيشوا عادي مين قال لك كده بس ما فيش حد مبسوط في مصر لا فيه مبسوطين اللي هم سي سوايا يعني الناس اللي مؤمنة بالسيسي ده رويش السيسي مبسوطين بس إنما بيت المصريين مش مبسوطين مؤكد أنا بؤكد لحضرتك بيت المصريين مش مبسوطين هل تعتقد أنك قريب بالفعل من الواقع هل ما تقدمه بالفعل الواقع أليس من نظرة سياسية وأنت طبعا إعلامي وتبحث في أمور السياسة هناك ما يسمى بالواقع المفروض ويجب التعامل معه هل ما تقدمه يساعد على هذا الوعي هذا فيه واقع مفروض هل ما تقدمه يساعد الشباب على اتخاذ موقف يحقق أي إنجاز آه أظن آه يعني أظن إن إحنا بنقول للشباب ده السيسي ده عصبته الناس دي يخونه في واحد اتنين تلاتة اربعة الناس دي تتحك عليكم أدي وعودهم وبالتالي عليك أنك تتحرك تتحرك إزاي بقى دي تبقى لزروف الناس اللي في الشارع أنا ما قدرش أبقى هنا وأقول للناس انزل صور عليهم يعني انزل أصحب شوم وعصي ما قدرش أقوله كده إن أنا برا لكن بقوله ده الواقع ودي العصابة أو يعني دوره زي ما أنت دورك أنت كاشف هل أنت بتقدم وهم في الجزيرة مباشرة لمصر الناس بنقدم وقائع وحقائق وأخبار عليش تبقى أنا بأتهمك أنك بتقدم وهم للناس لا لما تبقى لما بقى أنا تضيف ممكن أرد يعني هل أنت عجزين مباشرة بتقدم وهم للناس لا إحنا بنقدم وقائع وأخبار بس أحيانا بالنسبة لما تقدموا بالنسبة لبعض لقنوات آآ خارج مصر المصرية هناك من يرى أن أحيانا آآ يقدم مبالغات آآ من أجل أن يتم اختيار الأخبار اللي ماشي مع الرسالة الإعلامية التي تواجهوها للجمهور تختاروا أخبار حتى لو بلا مصادر موثوقة استحالة آآ أنت بتكلم محمد ناصر ومصر النهاردة أتحداك لو طلعتلي أن فيه خبر جبناه ما كانش له مصادر كونك بقى بتكلم على وجود ناس هل تويتر يعني يعتبر مصدر لا طبعا طبعا ولا تويتر مصدر على غيره بس أنا أقول لك حاجة هات لي أنت واقع بتقول أن محمد ناصر كان آآ بيبالغ في دي كون أن فيه ناس بتبالغ ده عادي أنا مليش علاقة بيهم مش حاكمهم لكي أبتكلم على برنامج مصر النهاردة وعلى زميلي رؤية استحالة لا تويتر هو المصدر ولا الفيسبوك بالنسبة لنا هو المصدر على إطلاق ولا حتى جزء من مواقعنا هو المصدر إحنا بنجي من مواقع بتاعة فتاعة السيسي طيب هل تعتقد أن ما يقدمه الإعلام العربي وبالذات طبعا وتحديدا الأخبار والبرامج الإخبارية وبرامج الحوارية التي تتعامل مع أخبار السياسية هي سبب في نشر الإحباط في العالم العربي بشكل عام أو الربيع العربي السؤال هل الإعلام اللي بيساند الربيع العربي هو نسؤول عن نشر الإحباط لا طبعا يعني بالعكس ده الإعلام اللي بيساند الربيع العربي بيحاول يجد سيد أحمد خلينا أقول لك إن إحنا هنا ما نعرفش بنعمل تقريب العافية ضيوفنا صعب جدا قادة الرأي والمفاكرين اللي ممكن يفيدونا واخدين موقف مننا اللي بيطلع معانا حتى من الناحة التانية بيطلع يتقبض عليه زي لساس سليمان الحكيم ومعندناش مصدر مالي اللي هو وانت عارف يعني احنا كل البرامج بتزعم الدكور ده آآ انت برغم كل الصعوبات دي انت بتحاول تعمل إعلام ما يوجد في الواقع انت بتنقله كنوا بقى محبط أنا ده دوري كنوا الحقيقة متفائل أنا أقسمت هنا مرة لو السيسي عمل حاجة كويسة والله أنا هقول عنها إنها كويسة ما فيش ولا حاجة كويسة من أربع سنين أنا أوعدك والله أنا بععدك والزحمة لو السيسي عمل حاجة لمصر أو للوطن العربي أو للديانة الإسلامية أو للمسيحية كويس أنا مستعد أقول للراجل ده عظيم إنما هو في الآخر مش بديني حل يعني رجل حتى مش مساعد إعلاميينه فأنا ده مش أحباط ده الواقع ده الواقع أنا في الآخر آآ يعني أنا في الآخر زي مرأيتي الواقع هل الواقع في حاجة حلوة؟ أنا مستعد أقولها في حاجة محبطة أنا بقولها أنا المراية بتاع الواقع مش أكتر عظيم رأيك في أو تمنياتك للمحتوى الإعلامي في 2018 أنا تمنياتي الحقيقة إن إحنا نلاقي قارة رأي متوفرين يطلعوا معنا إن إحنا نلاقي دعم أكتر من كده حتى لو يعني في الاتجاه الآخر أو معارضين لك أنا 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 بتمنى على الله إن نعمل حوار مع الفتاح السيسي يعني أتمنى إن السيسي عنده الجراءة يوقف قدامي عن محوار أنا مش يعني مش عشان أنت مختلف معايا سياسيا ما طلعكش بس اللي يطلع معايا يعرف إنه هيتواجه بواقع وإن أنا لها هزور ولا هقعد أنجمه بل بالعكس يطلع يقول لي كان دوره إيه أو دوره إيه دلوقتي فأنا أتمنى نلاقي مصادر آآ قادة رأي أتمنى مفكرين ما يسمى بمفكرين العرب لمصر يرضوا يطلعوا معنا أتمنى إن اللي هنا حتى من آآ قادة الرأي يبقوا متيسرين بشكل كويس عظيم أخيراً أمنياتك الشخصية الالفين وثمانية عشر والله أنا أتمنى نعيش لحد ما أكملها إن شاء الله لأذيك العمر أشكرك وأشكرك على يعني هذا الوقت الذي تقطعناه من البرنامج وأشكر مشاهديك وآآ أنقل الآن لك كلمة أخيرة خليني أشكر لأستاذ أحمد صبحي وأشكر قناة الجزيرة مباشر أشكرهم لاختيارهم للبرنامج ده وده معناه إنه ده شرف لي بصراحة والآآ من قناة مكملين وبشكر أحمد صبحي وبشكر جزيرة بشكل عام والعملين في الجزيرة وكل عام والجزيرة وأهل قطر كلهم بخير بشكرك يا أحمد جزيرة شكراً وكل عام أنت بخير ومشاهديك بخير والآن أنتقل إلى استوديوهتنا في الدوحة مع زميل أحمد طه شكراً جزيلاً زميلي أحمد صبحي كنت معي عبر الأقمار لصناعية من إسطنبول ومن داخل استوديو قناة مكملين مع الإعلامي محمد ناصر كما شاهدنا في هذا الحوار